قوله جل وعلا حتى إذا استيعس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا في قراءة عائشة كذبوا وهذه الآية ستشكرها كثير من الناس ولن يكون هذا الإشكال حديث عاصر فقد كثر سؤال التابعين للصحابة عن هذه الآية وكان في معنى هذه الآية خلاف بين الصحابة كعائشة وغيرها فالمعنى في الحقيقة لمن تأمل واضح ما فيه إذكال قوله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل أي استيأسوا من إيمان قومهم واستجابتهم لأمر الله وآمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأسوا من ربهم إنما يأسوا من قومهم وقوله وظنوا أنهم قد كذبوا وأن هنا بمعنى استيقنوا أي أن قومهم قد كذبوهم وليس المعنى أن يظنون أن الله أخلف وعدا فحاشاهم من ذلك فالأنبيا ينزعون نعم مثل هذا وذقيب هذا المعنى ذكرت استقام الأمر ولا فيه إشكال أبدا في المعنى الآية ولا يكون الآية معارض فعلى هذا أعيد أن الآية مشكلة ونفسر أذكرون خلاف الإنجارة بين الصحابة والتابعين الصوار في الآية أن يستيأسوا أي من هداية قومهم وإيمانهم وظنوا أنهم قد كذبوا يعني استيقنوا أن قومهم لم يمنوا فأنهم يتذبونه ويفترون في خصومة جاههم نصرنا أي البطش بأعدائهم وتمكينهم من رقابهم